اشتركوا في القناة لماذا أساسيات اللغة الإنجليزية؟ لأننا أحبائي لا نستطيع أن نتحدث اللغة الإنجليزية أو نكتبها ما لم نتمكن من العناصر التي سنراها خلال هذه السلسلة الدرس الأول is about the verb to be حول الفعل to be تاسك تموين I conjugate the verb to be in the present simple tense I conjugate أنا أصرف the verb to be الفعل to be in the present simple tense في زمن المضارع البسيط وكما أشرنا في فيديو سابق to be هو فعل الكينونة عند تصريف هذا الفعل في زمن المضارع البسيط the present simple tense يأخذ ثلاثة أشكال three forms three forms ثلاثة أشكال الشكل الأول am am مع الضمير I I am I am أو نكتبها اختصارا I'm I'm بمعنى بمعنى نحتفظ بالضمير I نضع فوقه فاصلة علوية أبوستروفي ونحذف حرف الأي من الفعل am ونضع حرف am I'm I am أو نقول I'm أنا أكون الشكل الثاني هو is مع الضمائر الغائب she he it is she is he is it is أو نقول اختصارا she فاصلة علوية بوستروفي وحرف s she is she is بمعنى نحذف حرف I بالنسبة للضمير he نقول he is he is he is نحذف أيضا حرف I في الفعل is ونضع فاصلة علوية بين الضمير he وحرف s وبالنسبة للضمير الأخير it وهو الضمير الذي يستعمل لغير العاقل كالجماد والحيوان والأشياء نحذف أيضا حرف I من الفعل is ونضع فاصلة عليا ثم حرف s it's it's الشكل الثالث هو are are مع الضمائر we you they نقول we are you are they are أو نكتبها اختصارا على هذا النحو هكذا بمعنى نحذف حرف A من الفعل are ونضع فاصلة عليا بين الضمير we وآخر الفعل we're we're نفس الشيء بالنسبة ل you are نحذف حرف A نضع فاصلة عليا نفصل بين الضمير الضمير والفعل ونكتب آخره you're you're الضمير الضمير الأخير they نحذف حرف A نضع فاصلة عليا وآخر الفعل there 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 هذا في حالة الجمل الموجبة positive أو المثبتة أو الإخبارية affirmative 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 أما في حالة النفي negative form صيغة النفي فنضيف أداة النفي not not فتقول في حالة الضمير الأول أو ضمير المتكلم I I am not I am not I am not بالنسبة لي is نضيف أيضاً في حالة النفي في آخرها not she is not he is not it is not أو اختصاراً نكتبها بهذا الشكل isn't هكذا بمعنى أننا نحذف الأو من أداة النفي not ونضع فاصلة عليا هنا ما بين الأن وحرف she isn't she isn't he isn't it isn't ومع الضمائر we you they نقول are not we are not you are not they are not أو نكتبها اختصاراً بهذا الشكل aren't aren't بمعنى نحذف حرف الأو من أداة النفي not ونضع فاصلة علوية ما بين الحرفين n و t ونقرأها we aren't you aren't they aren't اما عند طرح السؤال when you ask question عندما تسأل سؤالاً تقول am i am i am i مثلاً تقول هل أنا متأخر am i late am i late am i late وتضع علامة الاستفهام لاحظوا أحبائي هنا ماذا فعلنا عكسنا أو قلبنا ما بين الفعل والفعل بحيث أصبح الفعل am في بداية الجملة أو على رأس الجملة والفاعل i في المرتبة الثانية نفس الشيء بالنسبة لي she is أو he is أو it is نقلب بين الفعل والفاعل فنقول is she أو is he لا تنسوا أحبائي أن الجملة تبدأ ب حرف كبير capital letter capital a or i capital i أو نقول is it is it هكذا نفس الشيء بالنسبة للظمائر we you they عندما تطرح السؤال تقلب ما بين الفعل والفاعل الفعل يصبح في بداية الجملة والفاعل في المرتبة الثانية فتقول مثلا are we مثلا تقول are we late are we late هل نحن متأخرون مثلا تقول are you a teacher هل أنت أستاد are you a teacher are they are they pupils هل هم تلاميذ هكذا ويد عند طرحي السؤال نقلب بين الفعل والفاعل بحيث يصبح الفعل كما ترون هنا في بداية الجملة والفاعل في المرتبة الثانية العنصر الثاني من هذا الدرس هو كيف أو متى نستعمل الفعل to be how to use the verb to be how بمعنى كيف to use نستعمل the verb الفعل to be والجواب هو كالتالي the most common use of the verb to be is to talk about names age feeling nationality and jobs ويد the most common use يعني الاستعمال use the most common الاكثر شيوعا الاستعمال الشائع اكثر of the verb to be للفعل to be is to talk about هو للحديث عن أو يستعمل الفعل to be للحديث عن names الاسماء age السن او العمر feeling الاحساس او الشعور nationality الجنسية and jobs والمهن لدينا الامثلة التالية كي تتوضح لنا هذه القاعدة المثال الاول لاحظوا معي to be الفعل to be plus a noun زائد اسم يعني يكون الفعل to be am او is او are متبوعا باسم سواء كان هذا الاسم اسم شخص name او اسم حيوانك الاليف مثلا your pet مثال رانيا رانيا او اسم مهنة job job مثال a nurse ممرضة a nurse اذا في المثال الاول لدينا الفاعل the subject هو i i رانيا انا رانيا ولكن في اللغة الإنجليزية نستعمل الفعل to be انا اكون رانيا ويكافئها في اللغة الإنجليزية i am i am رانيا حداري احبائي لا يمكن أن نقول أبدا في اللغة الإنجليزية i رانيا انا رانيا يعني كترجمة حرفية للغة العربية بل يجب دائما أن نستعمل الفعل to be am i am رانيا i am رانيا مثلا تقول he is احمد he is احمد هو احمد المثال الثاني لدينا to be يكون متبوعا باسم مهنة job i a nurse i am a nurse i am a nurse انا ممرضة لاحظوا في اللغة العربية لا نقول انا اكون ممرضة لا نستعمل اكون لكن في اللغة الإنجليزية اجباري او يجب او يلزمنا ان نستعمل الفعل to be فتقول i am a nurse he is a doctor he is a doctor لا تستطيع ان تقول he doctor بل تستعمل الفعل to be he is a doctor القاعدة الثانية تقول يكون الفعل to be متبوعا بصفة to be plus adjective adjective بمعنى صفة هذه الصفة يمكن ان تعبر عن الشعور feeling feeling او الحالة state state مثلا تقول she happy happy هي صفة تعبر عن الشعور او الاحساس سعيدة she happy نستعمل الفعل to be قبل الصفة happy فنقول she is happy she is happy هي تكون سعيدة لكن في اللغة العربية لا نستخدم تكون هي سعيدة او المثال الثاني حول الحالة the state مثلا حالة سيارتك لنفرض مثلا ان الضمير it هنا يعود على السيارة new بمعنى جديد او جديدة اذا نقول it is new it is new it is new هي جديدة يمكن ان تكون ايضا الصفة عبارة عن الجنسية nationality nationality الجنسية مثلا British Algerian المثال لدينا he British British بريطاني هو بريطاني في اللغة الانجليزية نقول he is British he is British he is British كما يمكن احبائي ان تكون الصفة تعبر عن اللون مثلا color اكتبها لكم هنا عفوا معذرة color اللون فتقول مثلا حينما تتحدث عن قلمك تقول it اقصد لون القلم it is blue blue it is blue هو ازرق اي الغلم ازرق it is blue ثم لدينا القاعدة رقم ثلاثة او الامتلة او المثال رقم ثلاثة to be plus a number يعني الفعل to be يكون متبوعا برقم هذا الرقم احبائي قد يكون السن او العمر age مثلا لدينا you 13 years old تقول you are you are 13 وتضع نقطة في اخر الجملة عمرك 13 او تقول you are 13 years old عمرك 13 سنة او يمكن ان يعبر هذا العدد او الرقم عن الوقت كما رأينا في درس الساعة time time لاحظوا لاحظوا معي هذا المثال 6 am السادسة صباحا لذلك نقول عند التعبير عن الوقت كما رأينا في درس الساعة it أو it's six am أو يمكن ان تقول it is six i am it's six am it is six am القاعدة الرابعة استحمال حروف الجر التي تعبر عن المكان بعد الفعل to be propositions of place حروف الجر التي تعبر عن المكان مثلا لدينا we from Algeria from Algeria بمعنى من الجزائر الجزائر هي المكان حرف الجر from هنا يعبر عن المكان from Algeria نريد أن نقول في هذه الجملة نحن من الجزائر we are from Algeria we are we are from Algeria أو تستخدم الشكل المختصر ل are بحيث تضع أو قبلها تحذف الحرف a ثم تضع فاصلة علوية على الضمير we we are from Algeria we are from Algeria وتكتبها هكذا apostrophe r e we are from Algeria المثال الثاني أو الجملة الثانية they at school they هم أو هما أو هن at school في المدرسة لاحظوا لدينا حرف الجر الذي يعبر عن المكان المكان المدرسة at at نقول they are at school أو they're at school بمعنى نحذف a ونفصل ما بين الضمير وآخر الفعل بفاصلة علوية they're at school الجملة الموالية he at work في العمل he at work مثلا في المصنع أو في المكتب المهم هو في العمل إذن نقول he is at work he is at work أو نكتبها اختصالا هكذا نحذف i من الفعل is ونفصل بفاصلة علوية أو علوية بين الضمير he و ال he's he's at work he's at work أو he's at work الجملة الموالية لدينا she at home at home المكان هنا البيت نريد أن نقول هي في البيت نستعمل to be she's at home she's at home أو نكتبها اختصالا the short form she's she's at home she's at home لاحظوا المثال الموالي it لغير العاقل on the table فوق الطاولة on the table مثلا الكتاب فوق الطاولة it on the table نقول it is it is on the table أو نقول it's بمعنى نحذف حرف i ونعوضه بفاصلة علوية تفصل ما بين الضمير it وحرف s it's it's on the table it is on the table المثال الأخير أو الجملة الأخيرة it in the box in the box في العلبة هنا أيضا نعبر عن المكان مثلا الكتاب في العلبة نقول it's in the box أو نقول it is in the box هكذا it's in the box أو نقول it is in the box questions with the verb to be بمعنى الأسئلة باستخدام الفعل to be في اللغة الإنجليزية لدينا نوعان من الأسئلة yes or no questions بمعنى الأسئلة التي تكون الإجابة عليها ب yes أو no و wh questions بمعنى الأسئلة التي نطرحها باستخدام أسماء الاستفهام التي تبدأ ب wh سنوضح هذا من خلال الأمثلة التالية نبدأ بالمجموعة الأولى yes no questions لاحظوا السؤال الأول are you fine are you fine هل أنت بخير لو كانت الجملة مثبتة أو إخبارية نقول you are fine you are fine وعند طرح السؤال كما وضحت لكم من خلال الجدول السابق نقلب ما بين الفاعل والفعل بحيث يصبح الفعل في بداية الجملة والفاعل في المرتبة الثانية فنقول are you fine هل أنت بخير هذا النوع من الأسئلة يحتمل إجابتين إما بالإثبات أو النفي إذا كنت بخير تجيب yes I am yes I am yes I am أما إذا لم تكن بخير فإنك تجيب بالنفي فتقول no I am not no I am not لا أنا لست كذلك بمعنى أنني لست بخير I am not fine المثال الثاني لدينا لاحظوا الإجابة no she isn't لا هي ليست كذلك she is a teacher هي أستاذة نفهم من هذه الإجابة أن السؤال يتعلق بالمهنة نحن كنا نعتقد مثلاً أنها ممرضة لكن لما طرحنا السؤال هل هي ممرضة كان الجواب no she isn't she is a teacher she is a teacher إذن نقول في الدغة الإنجليزية is she a nurse على سبيل المثال أو يمكنكم أن تختاروا مهنة أخرى is she a nurse الجواب no she isn't she is a teacher السؤال الموالي تكون الإجابة عليه yes you are yes you are نعم أنت كذلك نفرد مثلاً أنني كنت على موعد مع صديقتي وتأخرت عليها وعندما وصلت طرحت عليها السؤال هل أنا متأخرة لات تجيبني yes you are نعم أنت كذلك yes you are عندما نطرح السؤال هل أنا متأخرة في اللغة الإنجليزية نقول am I late هكذا ولا تنسوا علامة الاستفها am I late هل أنا متأخرة لاحظوا أحبائي أيضاً وانتبهوا إلى استعمال علامات الوقف في الإجابات بعد أن تجيب بي yes أو no تضع فاصلة ثم تقول she isn't أو you are ونقطة في آخر الجملة ننتقل إلى المجموعة الثانية من الأسئلة w-h-questions بمعنى الأسئلة التي نطرحها باستخدام أسماء الاستفهام التي تبدأ بالحرفين الحرفين w-h الجملة الأولى تقول she's twelve she's twelve عمرها عمرها اثنى عشر سنة لاحظوا أحبائي لدينا خط تحت اثنى عشر بمعنى نطرح السؤال حول السن كم عمرها كم عمرها أو كم سنها نقول في اللغة الإنجليزية how old how old ثم نأتي بالفعل is هكذا هو يأتي في المرتبة الثانية بعد اسم الاستفهام is ثم في المرتبة الأخيرة الفاعل هكذا she ولا ننسى علامة الاستفهام how old is she how old لدي السؤال عن السن ثم الفعل to be is ثم الفاعل she لاحظوا المثال الثاني his name is أحمد his name اسمه يكون أحمد اسمه أحمد المطلوب منها طرح السؤال حول أحمد الكلمة التي تحتها خط في هذه الجملة عندما نسأل عن اسم شخص ما في اللغة الإنجليزية ماذا نقول ما اسمك أو ما اسمه يكافئها في اللغة الإنجليزية what لاحظوا نستخدم اسم الاستفهام what ثم نأتي بالفعل في المرتبة الثانية مباشرة بعد اسم الاستفهام what is ثم نكمل الجملة ب his name what is his name ما اسمه ولا ننسى the question mark علامة الاستفهام what is his name الجملة الموالية I am from Algeria أنا من الجزائر المطلوب مننا هو أن نطرح السؤال بخصوص Algeria الكلمة التي تحتها سطر في هذه الجملة بمعنى المكان للسؤال عن المكان في اللغة الإنجليزية نستخدم أداة الاستفهام where where ثم نأتي بالفعل am انتبهوا am تصبح are are يعني أنا أسألك أنت أنت قلت I am from Algeria أنا أسألك where are you from نأتي بالفعل I تصبح you هكذا where are you ثم نضيف حرف الجر from where are you from ولا تنسوا the question mark علامة الاستفهام بعدها this is my father this اسم إشارة للقريب هذا is my father هذا والدي أو أبي المطلوب مننا هو أن نطرح السؤال حول my father يعني من يكون هذا من يكون هذا أو من هذا إذن للسؤال عن الشخص في اللغة الإنجليزية نستعمل اسم الاستفهام who who ثم نأتي بالفعل مباشرة بعد اسم الاستفهام who is ثم اسم الإشارة في آخر الجملة this who is this who is this من هذا هكذا ولا تنسوا علامة الاستفهام الجملة الأخيرة لدينا we are fine we نحن are fine بخير المطلوب مننا هو أن نسأل حول كلمة fine وهي التي يوجد تحتها السطر في هذه الجملة يعني للسؤال عن الحال أو الشعور ماذا نقول نستخدم اسم الاستفهام how للسؤال عن الحال ثم نأتي بالفعل are how are you لماذا you نستخدم هنا ضمير المخاطب كيف حالكم فتكون الإجابة نحن بخير لا يمكن أن تقول how are we how are we بل تقول how are you كيف حالكم أنتم نحن بخير ولا تنسوا علامة الاستفهام في آخر الجملة إذن أحبائي كما ترون هنا للاستفهام عن الحال نستعمل how اسم الاستفهام how للاستفهام عن الشخص my father نستعمل اسم الاستفهام who وللاستفهام عن المكان نستخدم اسم الاستفهام where للاستفهام عن الاسم نستخدم اسم الاستفهام what what is his name ما اسمه أما عند طرح السؤال حول السن أو الاستفهام عن العمر أو السن 12 في هذه الحالة 12 فإننا نستخدم اسم الاستفهام أو العبارة how old مباشرة بعدها أسماء الاستفهام هذه أحبائي كما تلاحظون نجد الفعل الفعل ثم الفاعل مثلا لدينا this you his name she ونضع في آخر الجمل الاستفهام بطبيعة الحال علامة الاستفهام the question mark في الأخير أحبائي إليكم التمرين التالي حاولوا أن تنجزوه بمفردكم بعد مشاهدتكم الدرس وتركوا لي إجاباتكم في التعليق task filling the blanks filling the blanks املأ الفراغات with the correct form of the verb to be باستخدام الشكل الصحيح للفعل to be am is are لكن حذاري يمكن أن تحتاج صيغة النفي باستخدام أداة النفي not الجملة الاولى the house white the house white الجملة الثانية I safia I safia and I from algese and I from algese الجملة الاخيرة the flowers red they orange the flowers red they orange بالتوفيق to be the